ويكي بودكاست سنسلة بودكاست حول ويكيبيديا ومجتمع ويكي ميديا أعزائي المستمعين عزيزات المستمعات أهلا ومرحبا بكم معنا في بودكاستكم الشهري ويكي بودكاست البودكاست الذي يلقي نظرة عامة على عالم ويكيبيديا الموسوعة الأكبر في تاريخ البشرية في كل حلقة سنتعرف وإياكم على موضوع جديد برنامج جديد أعضاء جدد الحلقات ستكون بلغات لهجات متعددة كاللغة العربية واللغة الأمازيغية والدارجة المغربية أنا لبناء أيت أماست عضو بمجموعة ويكي ميديا المغرب في حلقة اليوم سنكتشف وإياكم ويكي كاملز وهو أحد مشاريع ويكي ميديا من خلال الحوار مع السيد براهيم فارجي عضو بمجموعة المستخدمي ويكي ميديا المغرب للحصول على معلومات تمكننا من فهم أفضل للمشروع وطريقة الشغال فيه وأيضا أن يتقسم معنا السيد براهيم تجربته في المشاركة في مختلف المسابقات الخاصة بويكي كاملز أتمنى أن تستمتعوا معي ورفقة ضيفي قبل البدء في الحلقة دعوني أرحب أولا بضيفي سيد براهيم فارجي عضو بمجموعة مستخدمي ويكي ميديا المغرب سيد براهيم أهلا بك أهلا بك سيد براهيم مرة أخرى وشكرا على قبولك الدعوة أولا هل يمكنك سيد براهيم أن تعرفنا أكثر عن نفسك؟ إبراهيم فارجي مسؤول الشؤون طلبية بالمعهد العالي للميهن تمريدية وتقنية صحة في مدينة وجدة المغربية عضو في مجموعة مستخدمي ويكي ميديا المغرب والهواية هي تصوير الفوتوغرافي أبرز هواية في الوقت فارغ والاشتغال على الكومنز كان بدأ في 2016 إذا لم تكن للذكرة في مشروع ويكي لوفز مليمانت ويكي تهوى المعالم وهنا نحن اليوم يعني بعد مشاركة في عدة مشاريع ويكي لوفز مليمانت ويكي لوفز فولتور ويكي لوفز إير قمنا من بعد بتدبير مشروع قراتي لفيديا في القسم والآن نحن نتحدث عن هذه الفلسطسية التي لديها هي تصوير الفوتوغرافي ومساهمتها في مشروعكم أهلا بك سيد إبراهيم وصراحة لديك هواية جميلة وتبدع في هوايتك لأنه كما سيكتشف معنا مستمعين الأعزاء أن لك صورا رائعة وجد جد رائعة صراحة على الكومنز والتي سيتم تقاسمها فيما بعد على منصاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي ويكي كومنز هو أحد مشاريع ويكي ميديا التي تهتم بالتصوير الفوتوغرافي وهل يمكنك أن تحدثنا أكثر عنه لأنه كثيرا ما نسأل الناس عن المشاريع الأخرى المرتبطة بويكي ميديا لكنهم لا يعرفونها يعرفون فقط ويكي بيديا نعم الكومنز هو أحد المشاريع الشقيقة لويكي بيديا والتي هي من بين المشاريع التي يمكن نعتبرها أنها مخزن للملفات كالصوار أو الأصوات أو الموسيقى أو حتى الفيديو أو الملفات الفيدياف وغير ذلك وحاليا يعني نرى عندما نقيم مشروع الكومنز سوف نجد أن هناك ثروة كبيرة يعني وجهد كبير يقوم به المصورون حول العالم لحفظ الصور واستعمالها في المقالات من أجل يعني استعمال الصور في المجال المعرفي من خلال مقالات ويكي بيديا لحد الحدود الساعة يعني مثلا كمثال إحصائيات الحدود الساعة عندنا أكثر من 93 مليون صورة فوتوغرافية مخزنة في مشروع الكومنز والتي يتم استعمالها في مقالات ويكي بيديا ليس بكل هذه الصور يعني مستعملة أو تم إدراجها في مقالة ويكي بيديا ولكن من صدر من المحررين أن يستعملوا يعني هذه الثروة الفوتوغرافية من أجل إدفاء جمالية وإعطاء صورة محددة حول المقال أو الموضوع الذي يتحدث عليهم نعم شكرا لك سيد إبراهيم على هذه الإضاءات حول ويكي كامونز بخصوص الزائر الأول يعني عندما تكونوا أول مرة تظهروا فيها المشروع هل يتوجب عليك فتح حساب من أجل تحميل صور؟ الكومنز ليس مثل ويكي بيديا يعني ويكي بيديا يمكن أن تحرر مقال بدون إنشاء حساب ولكن في الكومنز يتوجب عليك إنشاء حساب لأن هناك سوف يمكن أن تطرق عليه في الألقاء لأن هناك نقاط أساسية يجب الأحضاب على الإكبار لتحميل الصورة ونشرها على الكومنز بالنسبة لكيفية تحميل الصور ما هي الطريقة التي يتم تحميل بها الصور؟ وهل هناك شروط خاصة لتحميلها على الكومنز؟ هي أن المؤسسة أو حتى منصة الكومنز يعني تم القيام بتبسيط المستارة التي يتم بها تحميل الصور أو الملفات أخرى كالأصوات أو الفيديوهات يعني على الصفحة الأولى والصفحة الرسمية للوكيميديا كومنز سوف تفجدون في أعلى المنصة يعني البطن يعني تحميل الصور أو الابلود وبالتالي سوف يتم إرشاد الزائر أو المستعمل من خلال مراحل كيفية تحميل الصورة بإرشادات وتعليمات يجب احترامها من أجل احترام القواعد العامة للنشر الصور أو الملفات بشكل عام ولكن هذه المستاركة تبقى مبسطة وسهلة لأي مستعمل رغم أنها ليس عنده خبرة يعني معلوماتية فيجب فقط اتباع التعليمات الموجودة على صفحات الكومنز نعم وبخصوص الصور عندما تنتقط الصورة هل يجب أن تحترم قواعد معينة مثلا هل يمكن لأي صورة أخذتها كما كانت أن أحملها على ويكي كومنز أم هناك صور مثلا عدم تصوير الأشخاص أشياء من هذا القبيل نعم هناك يعني قوانين وهذه القوانين قد تختلف من بلد إلى أها حسب القوانين المحلية لكل بلد يعني قبل أن يتم تحميل الصور يجب مراجعة القوانين لبلد بلد الإقامة لأن هناك بعض يعني هناك اختلاف بين البلدان أو بين القوانين البلدان والتي يجبها مراجعتها قبل تحميل الصور فمثلا هناك من يمنع تحميل صور كتوراقية للأشخاص بدون ترخيص مسبق وهناك يعني في بعض البلدان يجيز تحميل الصور بدون ترخيص لأن الهدف من تحميل الصورة أو نشر الصورة هو هدف معرفي وليس مثلا للإبتزاز مثلا يعني هو الهدف نبي أعرف إذا تضحت الصورة نعم نعم تضحت الصورة وهنا أيضا أود أن أستفسرك على سؤال لأنه لطالما وقعنا في هذا التحدي أو في هذا المشكل هو مثلا عندما يتعلق الأمر بصورة شخص ما أو مثلا بلوحة فنية فنجد صعوبة في تحميلها فمثلا يتطلب من كذلك ترخيصا من صاحب اللوحة أو هذا وفي بعض الأحيان يكون صاحب اللوحة متوفي مثلا فيسعب على المصور أن يضع الصورة هل يمكنك أن توضح لنا أكثر هذه النقطة؟ كما قلت سابقا أن هذه المسألة ترتبط بالقوانين البلد كما قلت هناك بلدان التي توجيز الترخيص يعني بشكل عادي وهناك يعني مثلا يجب احترام مدة زمنية من أجل وضع الصورة في النطاق العام يعني في سنوات مثلا عشرون سنة أو خمسين سنة أو سبعين سنة أو تسعون سنة يعني هذا مرتبط بالقوانين المحلية للبلد يعني قبل تحميل الصور يجب مراجعة القوانين وهذه النصيحة التي أعطيها لكل المساهم الذي يريد أن يشارك صوره على منصة الكمونز يعني يجب مراجعة القوانين قبل بدأ بتحميل الصور ومشارب يعني ليس هذا مرتبط فقط بالأشخاص أو باللوحات يعني حتى داخل مثلا متاحف يعني هناك متاحف التي لا تعطيك رخصة أنك تأخذ صور اللي تحف يعني مثلا عندها ألاف سنين يعني ما عندهاش يعني كما كنقوله النطاق يعني ما عندهاش صاحب أو ملكية فكرية ولكن هناك قوانين تنظم تلك المتاحف والتي لا تجيز أخذ صور إلا بدون ترخيص إداري مثلا هناك مناطق لا يجب يتم منع صور فيها مثلا كإدارات عمومية أو تكنات أسكرية أو يعني أو مناطق استراتيجية كالسدود أو بنية احتياق الموانئ أو المطارات يعني دائما على المصور أول شيء يأخذ في الاعتبار في الإعداد للتصوير هو مراجعة قوانين للبلد وهذه النصحة التي يمكن أن أقدمها لجميع المساهمين أو الذين يريدون المساهمة في مشروع ويكي ميديا كومونز نعم ودائما في إطار نفس السياق هل يتم فحص الصور المحملة في ويكي كومونز لتأكد من عدم وجود محتوى غير مناسب أو موسيق لأنه مثلا على ويكي بيديا يتم مراجعة كل ما يكتب من طرف المساهمين هناك كما يقال سلمون أو مجموعة من المحررين وهذا الذين يراجعون ما كتبه هل يتم نفس الشيء بالنسبة لي ويكي كومونز؟ كما تعرفين أختي لبناء أن مسألة المراجعة هي مسألة تطوعية والتي تتطلب جهة كبيرة ووقت طويل حصوصا أن عدد الملفات أو عدد الصور هي أكثر من 93 مليون صورة هذا أكثر من عدد المقالات على ويكي بيديا يعني لمراجعة أو للكيام بمراجعة الصور هذا يتطلب جهد أكبر وهذا الجهد يقوم به متطوعون كالإداريين نفس الترتيب الذي يوجد على ويكي بيديا هناك إداريين أيضا في مشروع ويكي ميديا كومونز وهذه الإداريين كيكون عندهم يعني بروفايل خاص يعني كيكون عندهم معروفين يعني المسيرة لديهم من خلال مشروع الكومونز أن تكون السيرة ذاتية يعني حسنة ما يكونش فيها يعني المساوي التي قد لا تخول لهم مراجعة أصور كإداري ولكن هناك إداريين الذين يقومون بها وهنا أدعو يعني الجميع لتطوع ليس فقط في تحميل أصور ولكن تطوع أصلا أيضا في مراجعة الصور المحملة يعني ليست كل الصور التي سوف نجدها على الكومونز هي صور جيدة أو تستجيب للقوانين أو القواعد العامة لأوتي ميدياكم نعم أكيد سيد إبراهيم فالتطوع هو أساس العمل الذي نقوم به ودائما ندعو مستمعين الأعزاء إلى التطوع لنشر المعلومة سواء على مشروع ويكي كامونز أو على ويكيبيديا أو بصفة عامة فالتطوع جد مهم مهم في حياتنا ويساعد المتطوع أكثر على أكثر مما يقوم به كمتطوع هنا سيد إبراهيم هل يمكن إضافة الفيديو والأوديو أم ومبيكي كامونز تقصصه فقط على الصورة فقط يمكن إضافة الفيديو الصوت حتى ملفات المهم أنها تحترم شروط أنها تحمل في النطاق العام لأن ويكي ميدياكمونز يعتبر نطاق عام الذي يمكن استعمالها في أي منصة أخرى ليس فقط في ويكيبيديا يمكن استعمالها حتى في بعض الكتب لدينا صور مأخوذة من الكومونز وتم استعمالها في كتب علمية ولكن باحترام هنا سوف نتكلم على احترام حقوق النشر الكرياتيب كومونز والتي أدعو حتى المصورين أو المساهمين في مشروع ويكي ميديا كومونز أنهم يركوا نظرة ويتعرفوا أكثر على الحقوق والواجبات التي يجب إعطاؤها من خلال تحميل الصورة لأن عندما نحمل الصورة سوف نعطي الحقوق التي يجب احترامها من طرف مستعملي الصورة من بعد يعني هل يمكن للمستعمل الذي سوف يأتي من بعد ويجد الصورة هل يمكنه أن يأخذها ويضيف إليها عناصر أخرى أو يغير من قياساتها أو من إطارها هل له الحق أنه يعمل الإديتينغ أو لا يجب أن يأخذها كما هي يعني الكرياتيب كومونز سوف تتيح للمساهمين أو الذين يريدون المساهمة في ويكي ميديا كومونز بالتعرفة أكثر على الحقوق التي يمكن استعمالها لتحميل الصورة الكتغرافية على ويكي ميديا كومونز نعم وهنا أود أن أسألك هل لأنه قل أقول فأن هناك أكثر من تسعون مليون صورة على الكومونز هل يتم ربطها مباشرة مع المقالة التي تحمل موضوع الصورة أم يجب أن يتدخل الإنسان في ذلك للأسف كما قلت أن الكومونز في الأول هو فقط مخزن لصور يعني على المحرر الذي سوف يقوم بتحرير مقالة على ويكي بيديا مثلما سوف يستعمل ويكي داتا مثلا عندما يريد تحرير مقالة على شخصية ما سوف يستعمل ويكي داتا من أجل نشر معلومات حول مكان الزدياد تعرف الزدياد الجنسية فهذه معلومات مخزنة في ويكي داتا وعندما يريد أن يضيف صورة في المقالة سوف يتم البحث من خلال منصة ويكي ميديا كومونز كما قلت يعني هنا يأتي الضور المحرر الذي سوف يستعمل يعني مستعمل الصورة هو الذي لديه الضور الأكبر في استعمال الصورة ولكن الشطر الثاني أو المهم بالنسبة للمصور هو عند تحميل الصورة يجب مراعاة بعض التفاصيل حتى يسهل مأمورية أننا نجد تلك الصورة ونستعملها في مقالات لتبيديا يعني مثل العنوان يجب أن يكون عنوان واضح سهل يكون مثلا باللغتين باللغة العربية والإنجليزية حتى يعطي فرصة لمحرر ويكي بيديا أنه فرصة أكبر أنهم يجدون تلك الصورة عن طريق محرر البحث أو محرر البحث نعم سيد إبراهيم هنا أود أن أسألك عن التحديات التي تواجهكم في هذا المشروع هل هناك تحديات تواجهكم التحدي الكبير هو أن عدد هي مراجعة الصور لأنه مثل ما قلت أنه أكثر من 93 مليون صورة وهناك كمية كبيرة أو عدد كبير من الصور التي لا يمكننا أن نستعملها لعدم استجابتها لبعض الشروط كالجودة أو الإطار أو الإضاءة أو الوضوح أو يعني حتى المسائل التقنية لا تستجيب لها يعني كمية عدد كبير من الصور للأسف تأخذ حيزا كبير في الكومنز ولكن لا يمكننا استعمالها لعدم كفاية الجودة أو الإطار العام يعني لا تستجيب لجمالية أو للهدف أو الموضوع المقال للأسف سيد إبراهيم صراحة يجب أن يتم أخذ الاعتبار أولا أن الأخذ بعيد الاعتبار هذا التحدي لأنه كما قلنا أن هناك مجموعة من الصور التي يجب أن نستفيد منها هنا سيد إبراهيم كما قبل إذا سمحتي لبناء هنا يجب الإشارة أن دور المجموعات يعني مجموعات مستخدمة ويكيميديا في كل الدول أنهم يتم القيام بتحسيس يعني ليس فقط عمل إديتاتاً مثلاً على مقالات ويكيبيديا ولكن يجب أصلاً عمل ورشات لتحسيس بأهمية أخذ صور ذات جودة تراعي المعايير المطلوبة لاستعمالها في المقالات من أجل تجويد الصور المرفوعة على الكمنس يعني حملات التحسيسية والورشات يمكن لها أن تكون حلاً لهذا التحدي للأسف الذي نعلمه يومياً نعم أتمنى من المجموعات التي تستمع إلينا خلال هذه الحلقة أن يقوموا بالنصيحة ونتمنى أن تقوم لنا سيد إبراهيم بورشة لنتمكن من الاشتغال على الصور وسنكون سعداء لحضور ورشة لك في هذا الموضوع سيد إبراهيم كما يعلمون جميع أنك مصور من المصورين المحترفين والمبدعين في التقاط الصور هل يمكنك أن تحدثنا عن شغفك كافيفاً تصوير؟ شكراً أختي لبناء لك برويكاً ولكن لا أرى نفسي مصور محترف ومبدع ما زلنا نتعلم يوماً بعد يوم على العكس على العكس لأنه كما سيلاحظ المستمعين من خلال منصاتنا فصورك جد رائعة شكراً 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 لبناء هي غير مسألة متنقلتي هي مسألة شارع النصيحة التي أعطيها الهدف الأول الهدف الشخصي في الأول كان هو توثيق التراث المادي أو البطخ المنبطي المباني المعمارية والمباني التاريخية للأسف كما تعلمين هناك مشاكل نرى أن هذه المباني التاريخية تتهالك مع تقادم الزمان يعني هناك جهود لإعادة ترميم ولكن ليست كافية ولا تشمل جميع المباني ولهذا كان على الأقل أن نقوم بتوتيق ذلك الصرح التاريخي لأنه عند توتيق يتم حفظ قصة أو تاريخ ذلك المبنى بدروسه أو عبره التي يمكن للأجيال القدماء أن تستفيد من هذه الدروس والعبارة التاريخية وكتبقى عنصر من عناصر الهوية الوطنية لكل البلد ويمكن استغلالها في شتى المجالات مجالات ثقافية والعلمية والفكرية وحتى السياحية يعني على الأقل نقوم بتوتيق تلك المباني ونعطيها قيمتها لن نوفي لها قيمتها الحقيقية ولكن يجب احترام ذلك المبنى مثلا التاريخي يعني يؤخذ صورة جميلة يمكن استعمالها في مقال الذي سوف يتحدث عن تلك الحقبة لذلك المبنى وبتالي حتى تكون الاستفادة يعني عامة وحتى يعني مسألة أخرى يجب الإشارة لها أنك تسهل حتى على الباحثين في مثلا في مجال التاريخ أنه إذا كان من جنسية أخرى أو من بلد آخر يعني كان علي أن يسافر مثلا إلى المغرب حتى يأخذ صور فأنت تسهل عليه العمل البحث العلمي الذي يقوم به وهنا جاء يعني يعني كان الشغف أصلا موجود بتصوير بصفة عامة ولكن توظيف هذا الشغف يعني من أجل هدف اجتماعي له صح القول أن الكل يستفيد منه يعني وكتكون مساهمة يعني ضعيفة ولكن نتمنى أن يستفيد الجميع من تلك الصورة التي يتم مشاركتها على Wikimedia Commons سيد إبراهيم هنا عندما تشارك الصورة على الكومنز هل تقوم مثلا بكتابة تعليق حولها أي بمعنى أنك تصف الصورة مثلا لأنه كما تحددت أن الصور التي تم تحملها قد استعملت في كتب تاريخية وعلمية وأنها تساعد المؤرخين وما إلى ذلك في أن يصلوا إلى المعلومة هنا هل عندما مثلا أنت تأخذ الصورة وتحملها على الويكي كامنز هل تقوم بوصفها بوصف دقيق لها مثلا وهل هناك تصنيفات لتضع كل صورة في صنفها لتسهل على الباحثين الوصول إلى مبتغاهم نعم شكرا لبناء على هذا السؤال الذي هو جد مهم يجب أنا بالنسبة لي يعني كنصيحة للمستعملين أو الذين يريدون المساهمة في وضع نفسهم مكان الذي يبحث عن الصورة يعني ما هي الكلمات التي سوف يستعملها في محرك البحث يعني يجب على العنوان أن يكون واضح يكون بلغات متعددة إذا أمكن أن يكون الوصف أو الديسكريبشن يعني يكون مستفيد قدر الإمكان حتى يحدد لنا لماذا صورته في أي إطار تم تصوير تلك الصورة حتى يسهل إيجاد تلك الصورة واستعمالها يعني في مقالة ويكيبيديا أو في الكتوب العلمية أو المجلة العلمية أما بالنسبة للتصنيفات فهي يمكن إضافتها حتى في تحميل الصورة لأن عندما نصل إلى مرحلة قبل الأخيرة سوف نجد أن يجب إضافة معلومات حول الصورة مثل العنوان يعني التوقيت والمكان حتى يعني إحداثيات المكان ومن بعد المرحلة الأخيرة تكون مرحلة إضافات ما نسميه بالطاق يعني تصنيفات هل إذا كان هناك معمار إذا كان معمار نكتب معمار فسوف تخرج تلك الصورة في نتائج البحث على كل ما هو معماري إذا كان مثلا صور أو حصن أو منزل أو قصر يعني يمكن إضافة هذه التصنيفات في المرحلة الأخيرة كما سوف يجدوها المستعمل أثناء تحميله الصور من خلال ويكي ميديا كومنز نعم سيد إبراهيم وهنا يجب الإشارة أيضا أن الويكي كومنز لا يمكن المساهمة فقط بتحميل الصور بل أيضا بالتعليق حول التعليق على الصور الإبلاغ عن المشكلات المشاركة في النقاشات والترويج للكومنز إذن هلالك مجموعة من المساهمات التي يمكن للأشخاص القيام بها أليس كذلك سيد إبراهيم؟ نعم وهو كمثل مشروع ويكيبيديا لما تنشئ مقال فهناك يتم متابعة ذلك المقام هل هناك نقاش أو هناك تنبيهات حول استعمالات أو تحميل الصور وبالتالي هذا مسألة إيجابية أنك تدخل في تواصل مع أفراد المجتمع الويكيبيدي أو مصورين آخرين أماكن أخرى وبناء روابط وعلاقات ونقاشات وهذا في إطار تنوير المجتمع حتى النقاش يكون متمع يعني مثل ما يتم القيام به في ويكيبيديا يتم القيام به في الكومنز خلال محادثتنا في أحد ذقاءاتنا بالمجموعة تحدثت لنا عن توقوسك أثناء التصوير فقلت لي يمكن أن أظل مستيقدا حتى الخامسة صباحا من الامتقاط الصورة هل يمكنك أن تحدثنا عن توقوسك أثناء التصوير؟ هناك بعض ليالي التي تكون ليالي بيضاء ولكن هنا نتحدث عن الشغف يعني عندما الذي يعجبني في تصوير بصفة عامة و بصفة شخصية هو ذلك أنك تدخل في حالة من التأمل يعني تتأمل ذلك المنظر الذي أمامك كيفما كان العصر هل هو سماء، نجوم، كواكب أو مبنى أو ورود أو حشرات يعني تلك الحالة، حالة تأمل بجمال المنظر الذي يقابلك هو الهدف الأساسي الشخصي يعني من بعد تدخل في مرحلة كبحث عن الكنوز يعني لماذا ما هي تلك الورضة أو سنف الورضة أو يعني ما هي قصة ذلك المبنى أو قصة ذلك الفولكلور الذي قمت بتصويره وهنا تدخل في تواصل مع العنصر المصور وهنا تكتشف معلومات أخرى وقصص يعني لا يمكن تتخيل جماليتها ويمكن في هذه الحالة يتم توسيع يعني يعني زاوية يعني زاوية معالجة الموضوع يعني أنت تأخذها في زاوية محددة ضيقة ولكن عندما تدخل في تواصل أو في البحث المعلومات أكثر على ذلك العنصر الذي تريد تصويره فإن الزاوية تتسع وتكون لك نظرة شمولية لذلك العنصر كيفما كان مبنى شخص فولكلور سماء أرض يعني وهنا تأتي جمالية التصوير الفوتوغراف جميل سيد إبراهيم هذا الإبداع في أخذ الصورة لأنه المصور الفوتوغرافي هو مبدع في أخذ الصورة فيأخذ لنا ذلك جمالية ذلك المنظر بصفة عامة فينقله لنا ويترجمه إلى صورة تسر ناظرين كما يقال سيد إبراهيم أكيد أنك عايشت مثلا قصة أو تجربة مميزة سواء يعني مميزة تركت أثرا في مسيرتك التصويرية هل يمكنك أن تتقسمها معنا؟ هناك العديد صراحة يعني من أفضل هذا يمكن أن نحصها سلسلة في يوميات مصور في شرق المغرب ولكن من أبرزها يعني في ارتباطك مع الطبيعة وارتباطك مع الكون وخصوصا في الليل يعني السماء بالليل لا يمكن أن أصدق ذلك الشعور والإحساس عندما تتأمل السماء وتتأمل الكون هذا الارتباط يعني كان أعطى نتيجة يعني لم أكن أتوقعها فتخيلي معي مثلا أختي لبناء أنه ماذا يقع في وجدة في السادس عشر من ماي 2012 هناك خسوف قمري كل في سماء مدينة وجدة يعني احتمال أن يكون خسوف قمري كل في مدينتك احتماله ضائم ولتأمل ذلك المنظر يجب أن تكون السماء صافية يعني سوف نضيف عنصر صفاء السماء يعني عدم وجود غيوم يعني هناك احتمالية أن يكون خسوف قمري في مدينتك في سماء مدينتك احتمال قليل وهذا الاهتمال سوف ينقص بالتدريج لأننا سوف نضيف عوامل أخرى يعني غياب الغيوم عندما يصبح عند احتمال الخسوف ماذا سيقع في سماء وجدة يعني يصبح القمر دو لون أحمر نوعا ما وسوف تمر المحطة الفضائية الدولية في سماء وجدة يعني ما هي احتمالية أن يكون عندك خسوف كل سماء صافية ومرور المحطة الفضائية الدولية في نفس الوقت احتمال ضئيل هذا من الجهة الغربية لسماء في مدينة وجدة الجهة الشرقية يقابلها استفاف أربع كواتب فينيس، جيوبيتر، نيبتون والمريخ يعني في الجهة الغربية عندنا خسوف، قماري جميع ومرور المحطة الفضائية الدولية وفي الجهة الشرقية لسماء عنا استفاف لأربع كواتب احتمال ضئيل جد جد جدا وماذا ستختار؟ سوف أزيدك احتمال آخر ما هي احتمالية أن كل هذه العناصر المجتمعة في ليلة واحدة تصادف عيد ميلادك لبناء الذي هو السادس عشر من ميل الذي كان بالبارحة أصلا عيد ميلاد ساعد وأنا أيضا كان عيد ميلاد الخامس عشر من ميل عيد ميلاد ساعد شكرا يعني كانت هذه يعني هذه من كيف أقول يعني من أبرز يعني من أجمل لا يوجد حتى كلمة توصف كهدية يعني من الكون لعيد ميلادك أنا ويعطيك خسوف كماري كل مرور محطة الفضائي الدولية فوقك واستفاف الكواكب أربعة كواكب في نفس الليلة يعني كان فستيفال يعني أسترونيك الفستيفال يعني في تلك الليلة كان عجيب جدا صراحة مصادفة جميلة جدا وماذا اخترت لتصوير من أجل أخذ الصورة أم قمت بتصويرهما معا تصوير كل جميل جدا لما أترك أي تفصيل لأنه يعني كان هناك تحدي يعني أصور مراحل الخسوف أو أصور مرور المحطة الدولية أو أصور استفاف الكواكب يعني صراحة يعني مثل الطفل الصغير عندما يكون هناك يجد لعبة لم يكن يتخيلها يعني يكون مرتب بكوف يعني السعادة تغمره يعني كان إحساس جدا رائع لا يمكن أصفه جميل جدا هدية جميلة من الكون لمحب للكون يوم عيد ميلادي سيد إبراهيم هل يمكنك مشاركة بعض الصور المفضلة لديك؟ أكيد تتقول لي الصورة المتعلقة بهذا الحادث الجميل ولكن هل هناك صور أخرى مفضلة لديك والتي قمت بتحميلها على ويكي كامنز وما سبب اختيارك لها؟ هذا سؤال صعب أخر في لبناء لأن أعتبر كل الصور كأبنائي لا يمكن أن أختار أفضله أحداً أخر يعني من الصعب لأن كل صورة لها قصتها وكل صورة عندها إطارها وعندها إحساسها في تلك اللحظة الزمنية يعني مثل الفواكه يعني كل الفواكه حلوة وجميلة ومختلفة الألوان والأشكال وليمكن أن تفضل لأن كل واحدة عندها لشارم ونكاتها الخاصة ولهذا يصعب لي وهذا ما يطرح إشكالية في بعض المسابقات إنما يتم تحديد مثلاً يبعثنا بثلاث صور هنا أجد إشكالية في تحديد الصور ولكن هناك مساعدة لأنك يكون يعني تيمة المسابقة الأقل تساعد في اختيار ولكن دائماً أجد صعوبة في اختيار أحسن الصور نعم وعندما تحدثت عن المسابقة فكثيراً ما تفوز بالمسابقات المنظمة لأن حقيقة الصور التي تأخذها هي جد جد رائعة كما قلت وسأقول دائماً هل يمكنك أن تحدثنا عن تجربتك في المشاركة في المسابقات كيف يتم المشاركة كيف يتم اختيار الصورة هل تكون قد التقدتها منذ مدة وتستعملها أثناء المسابقة هل يمكنك أن تحدثنا أكثر عن هذا الجانب هنا يجب الإشارة إلى طريقة الشغال المصورة يعني هي كعملية صيب عندما تجمع الصور يجب تنظيمها في ملفات خاصة مثلاً أعطيت مثال صور تبريضة يعني تكون في ملف واحد أو أو ملف واحد مثلاً الصور المتعلقة بالارشي تكتور أو المباني المعمارية تكون يعني في ملف آخر أوكي يعني يجب تنظيم الصور وهذا يكون الاشتغال يعني لدى المصور يعني يجب تنظيم كل الصور واستخدامها حسب الحاجيات عندما نصادف مسابقة يجب التركيز على أهداف المسابقة واحترام شروط المشاركة مثلاً يجب مراعاة يعني موضوع المسابقة لا يمكن مثلاً استعمال صورة للفلكلور مثلاً تبريضة في ويكيل اوفز مونيمونت يعني في مسابقة التي تبحث عن صور للمباني المعمارية أوكي فقط إذا كان الفلكلور يعني يقام أحد عند يعني أمام أحد المباني التاريخية يعني يجب احترام الشروط وأهداف المسابقات يعني محاولة فهم يعني الهدف من وراء المسابقة ووضع نفسك كمحكم أو كحكم أوكي وتقوم بتقييم تلك الصور التي تريد المشاركة بها هل هي تستحق من ناحية الجودة والإعدادات التقنية هل هي تستجيب لشروط المسابقة من حيث الأهداف والمستطلبات التي تطرفها المسابقة وهنا أدعو يعني كل المصورين يعني أنهم يقوم بمشاركة يعني صور داخل الكومنز ويمكن اشتغال داخل المسابقات ولكن لا يجب أن يكون الهدف هو المسابقة لأن كما قلت سوف تجد مثلاً أحد صورك أنها تم استعمالها يعني في أحد الدرسات العلمية أو التاريخية أو الاركيولوجية أو البيئية في أحد الدرسات وهذا هو المغزى من مشاركة الصورة هو نشر العلم والمعرفة وتسهيل العمل لدى الباحثين أو المهتمين يعني في المجال المعرفي أو العلمي نعم سيد إبراهيم هنا أود أن أسألك هل أو لا كيف ساهم مشروع ويكي كاملز في تطوير مهاراتك في التصوير الفوتوغرافي هي طرحة المسابقات هي التي تقوم بتطوير يعني تدعوك إلى تطوير المهارات عندما ترى مثلاً جودة الصور الفائزة فهي تدعوك للعمل أكثر وبدل مزيد من الجهد والتعلم من أجل أن تحسن من أداءك في تصوير الفوتوغرافي يعني المسابقات هي التي تحفز المساهمين في الكومنز على تطوير مهارتهم من أجل أن يتم التقاط صور من أجل أن تحفز المسابقات لأنها تعطيك وتبرز لك مستوى برابور للفائزين يعني أين أنت تموضع نفسك يعني أين أنت مقارنة مع الفائزين فإذا وجدت نفسك يعني بعيد جداً فعليك تعلم أكثر والحمد لله هناك يعني موارد كبيرة وكثيرة على الأنترنت التي يمكن استعمالها واستخدامها من أجل تعلم كيفية أخذ صور ذات جودة وجمالية عالية يجب يعني أيضاً يعني الاستماع إلى النصائح المجتمع يعني عندما ترفع صورة يمكن انتقادها من بعض المستعملين آخرين وهذه الانتقادات يجب أخذها بعين الاعتبار كأنها منبهات لأخذ تلك النقاط التي تم تنبيه وكالي بعين الاعتبار في عملك المستقبلي يعني حتى نصائح المجتمع الوكيميدي يجب أخذها بعين الاعتبار واختستخدامها كأذات للتعلم نعم في نفس الصياق سؤالي سيكون في نفس الصياق إذا طلبت منك أن تعطي بعض النصائح للمصورين المبتدئين الراغبين في المشاركة في مشروع ويكي كاملز فما هي النصيحة التي ستقدم لهم؟ أول شيء هي البراجتس يعني أخذ الصور أوكي؟ وتقييم تلك الصور يعني دائما يجب أن نقيم أنفسنا أوكي؟ نأخذ صورة ونقيمها وكل مرة ويجب البحث يعني عن ما هي النقاط التي لم ننتبه لها ننتبه لها خلال تعمل التصوير ما هي الأخطاء التي قمنا بها ويجب علينا أن نتدركها ونتفدها في تصوير مستقبلاً يعني التقييم الشخصي مهم جداً استشارة أو طلب رأي يعني المجتمع أو المساعدة مطلوب أيضاً يعني نطلب رأي مثلاً أصدقاء أو العائلة يعني ما قولكم في هذه الصورة يعني ونأخذ بنصائح ويجب أن تكون الانتقادات بناء ويجب علينا أن نأخذ مع الاعتبار لنتعلم والموضي قدماً في عملة التصوير المسألة الثانية هي أننا نبحث عن المصورين الكبار ونرى أعمالهم ونستفيد من أعمالهم ما معنى ذلك؟ المصورين الكبار عندما يقومون بتصوير مثلاً سباستيا أو سالقابو فهو يصور الحياة العامة أوكي؟ ولكن ماذا يبرز لنا في مشاريعه؟ تلك القيم الإنسانية كالاستعباد، كالمجاعة، كالحروق يعني يقوم بالنضال أو الدفاع عن قضية إنسانية من خلال التصوير الفوتوغرافي أو مثلاً نأخذ بعض المصورين آخرين مثلاً ريزافي من إيران يعني في معالجته في تصوير توتيقي كيف يبرز أو كيف يدافع عن قضية من خلال التصوير يعني وهنا سوف نجد أيضاً نفسنا مسؤولون عن الدفاع عن إحدى القضايا مثلاً الدفاع أو من أجل الحفاظ على التراث المادي واللا مادي يعني كيف نبرز جمالية ذلك التراث من أجل أن ندعو للحفاظ عليه وهذه مسؤولية أيضاً يشارك فيها المصور يعني هنا يجب للمصورين أن يراعوا هذه المسألة أن يختاروا قضية ويدافعون عليها كيفما كانت يعني في المجال العلمي أو في المجال التقافي في المجال التاريخي في المجال البيئي في المجال الإنساني يعني لا يجب أن يكون هدف التصوير فقط من أجل التصوير ولكن يجب أن تكون هناك رسالة أو قضية يجب أن يتم الدفاع عليها نعم أكيد دائماً يجب أن تكون هناك قضية ندافع عنها من خلال الصورة التي يجب أن نأخذها وأيضاً من جميع النواحي يعني يجب أن يكون هناك هدف وراء ما نقوم به هنا سيد إبراهيم أود أن أسألك عن رؤيتك المستقبلية حول مشروع ويكي كامونز وكيف يمكن تطويره خصوصاً أنه يتم الشغال عن الصورة والفيديو والأوديو يعني كيف يمكن تطوير هذا المشروع أكثر وأننا نتحدث عن الصورة أكثر ما نتحدث عن جانب يعني أنه يمكن أيضاً من تحميل الفيديو والأوديو لأنه عندما نقول ويكي كامونز يتبادر إلى الدهن الصورة أكثر من الفيديو والأوديو كما تعرفين أختي لعبنا أن الحاسة التي نستعملها أكثر في حياتنا اليومية هي حاسة البصر يعني والصورة يعني تجدب الأنظار يعني حتى جمالية المقالة تكون أفضل باستعمال الصور مقارنةً مع الفيديو أو الأوديو الامتياز الذي لدى الصورة هي مسألة التحميل يعني مثلاً صورة تلقى عندها مثلاً عشر أو عشرين ميجا بايت ولكن الفيديو يمكن أن يكون على الأقل 500 ميجا بايت يعني وتحميل أو حتى تصوير الفيديو سيكون أصعب يعني من ناحية الإديتينج وناحية التحميل يعني يتطلب تقنيات وشبكة أنترنت كبيرة ورصيد في الأنترنت يعني الصورة أظن سوف تبقى الإشكالية الآن المطروحة هي الصورة مع الإنترنت يعني هل يمكن إعتبار الإنترنت يعني صورة مفبركة من منصات الدكاء الإستهناعي صورة هناك نقاش هو النقاش مفتوح حول حقوق الناشر واستعمالات تلك الصور يعني ما زال وهذا يتطلب نقاش مجتمعي وأوسع لكل أطراف يعني من اختلاف الدول والثقافات والسياسات يعني ما زال هناك يعني شوط كبير يجب أن نأخذه ولكن تبقى الصورة الآن لها رمضيتها ولها قيمتها المعرفية والعلمية وهنا يتجلى الضور الكومنز أظن أن الكومنز يعني التحدي الوحيد أنا ويمكن أن يكون هو الكاباسيتي يعني هذا المخزن يجب أن نوسع هذا المخزن لأن ما يجب توتيقه كبير جدا وهناك احتياجات مازال مسائل كثيرة جدا يجب توتيقها وتحميلها على الكومنز وإتاحةها للعموم ولهذا أظن أن الأولوية هي تخصيص حيث كبير لهذا المخزن الذي يمكن أن يكون أرشيف وتائقي مصور لكل ما هو معرفي وتقافي وتاريخ وإنسان نعم أكيد سيد إبراهيم ككلمة أخيرة ماذا يمكنك أن تقوله لنا؟ يجب أن نساهم هذا أول شيء يعني استغلال وقت الفراغ يجب أن ننظر من حولنا واكتشاف ماذا يمكن توتيقه أن نبحث عن قصة العنصر الذي نريد توتيقه يجب علينا مساعدة الآخرين كمجتمع مجتمع يعني متبع على المراجعة الصور الأخرى ليس فقط تحميل فقط صور ولكن مساعدة الإداريين في مراجعة الصور إدخال إدراج الصور في المقالات إدراج تصنيفات للصور لأسهولة إيجادها يعني هناك كثير ممكن أن نساهم فيه وهذا الذي أدعو أن الجميع المستمعين أن ينشروا هذا الفكر يعني فكر تطوعي يعني ممكن أن نساهم بأي شيء كقيمة مضافة لوجودنا في الحياة نحن نحن يجب أن نبحث دائماً عن قيمة مضافة في حياتنا يعني خصيص وقت حيز للمساهمة داخلنا وخصوصاً كما تعرفين وقت للمنا أن في مجتمع ويكوبيديا يعني نعتز بأننا نتمي لهذا العالم من المتطوعين يعني كلها يدل في دلويه وهذا يخلق روابط إنسانية جميلة يعني عالم رائع وخصوصاً عالم معرف يعني دائماً نتعلم ودائماً نجد الجديد وأيمن دائماً تلك الزاوية المعالجة القضايا التاسعة وتنقص الخلافات والصراعات يعني مستقبل جميل ندعو الجميع أن يساهمك نعم سيد إبراهيم فكما قلت نحن ننتمي إلى مجتمع ويكي ميديا الذي يساهم بشكل كبير والذي يعمل على هدف النبيل وهو التطوع ونشر المعلومة والشيء الذي يجعل بيننا مودة ويجعلنا أسرة واحدة في الحقيقة سيد إبراهيم للأسف وصلنا إلى نهاية الحلقة التي يعني نود أن نتحدث الكثير والكثير حول الموضوع خصوصاً أنه مشروع لا نتحدث عنه كثيراً ولا يتم الاشتغال عليه كثيراً كانت فرصة جيدة للحديث عنه شكراً لكل من استمع إلينا ووصل نهاية الحلقة كنتم مع الحلقة الخامسة من الموسم الثاني من برنامجكم ويكي بودكاست نتمنى أن تكونوا قد قضيتم وقتاً ممتعاً معنا نتمنى أن تنضموا إلينا في قادم الحلقات شاركوا الحلقة مع أصدقائكم أعطونا آراءكم وتعليقاتكم حول الحلقة شكراً لكم على الاستماع شكراً لك سيد إبراهيم مرة أخرى على قبول الدعوة هذا شرف لي كبير وشكراً لكم على الدعوة وهذا شرف كبير ونتمنى أن الجميع يكونوا يستفيد ونحن ورهنا الإشارة في أي وقت وليعي هناك أمين شكراً لك مرة أخرى سيد إبراهيم نلقاكم مستمعين الأعزاء في حلقة جديدة مع ضيف جديد وموضوع جديد دمتم في رعاية الله إلى اللقاء